الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل لقاء هذا اليوم عن تفسير ليلة القدر العلامات الصحيحة فتابعونا وهم تقريبا تمن علامات صحاح وهنتكلم عن العلامات اللي هي غير صحيحة المنتشرة بين الناس أيضا أول حاجة من العلامات الصحيحة أولا نزول الملائكة أفواجا في ليلة القدر وتكون أكثر من الحصى على الأرض فقد قال الله عز وجل تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الروح هنا يا أخوانا هو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وعن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى اتنين من علامات ليلة القدر الصحيحة اعتدال الجو فيها فلا يوصف بالحرارة أو البرودة حيث روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حرة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء الشمس بتصبح ضعيفة حمراء ثالثا ورد في علامات ليلة القدر الصحيحة طلوع الشمس دون شعاع في صباح اليوم التالي لها فقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال وآية ذلك أن تطلع الشمس في صبيحتها مثل الطست لا شعاع لها حتى ترتفع بتطلع من غير شعاع حتى ترتفع رابعا من علماء ليلة القدر النقاء والصفاء فقد روي أصار غريب عن عبد الله عن ابن الصامت رضي الله عنه أمارت ليلة القدر أنها صفية بل جاء كأن فيها قمر ساطع ساكنة ساجئ يعني هي صفية ونقية وبتبقى ما شاء الله كأن القمر طالع فيها خامسا زكر بالعديد من العلماء أن من علمات ليلة القدر أن يحدث للإنسان سكون في النفس وسادسا يشعر الشخص بإقبال على الله عز وجل في هذه الليلة وسابعا إنه لا ينزل في ليلة القدر النيزك والشهب ما بينزل شفاء نيازج وشهب وسامنا أن يوفق الشخص فيها بالدعاء لم يقوله من قبل وربنا بيوفق الواحد في الدعاء يعني بس دي للمؤمن فقط على فكرة إخوان لا يوفق إلا المؤمنين الذين يعني ملتزمين بالصلاة وبعبادة الله عز وجل يعتقد الناس أن من علمات ليلة القدر سقوط الأشجار حتى يرى المرة وكأنها مكسورة بعد تعرضها لريح عاتية ثم تعود مرة أخرى إلى موضعها الأصل وكان شيئا لم يكن دي طبعا غير صحيح الكلام ده وحاجة برضو ويظن البعض أن من علمات ليلة القدر الماء المالح يتحول إلى ماء عزب يستطيع الناس الشراب منه وقوائد حوائجهم ويزعمون أن الله تعالى ليلة القدر أمر الكلاب بعدم النباح دي برضو كلام غير صحيح ربنا ما أمرش الكلاب اللي هي إيه لم تنبح في ليلة القدر لا تنسوا نشبه بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته